المركز الصحي بالكصيبة الجهة الرسمية التي تقع على عاتقها مسؤولية متابعة الحالة العامة للصحة القاعدية على عموم المقاطعة حيث يسجل المركز يوميا ما يلاهز عشرين استشارات طبية كما يقدم العلاجات الأولية للأمراض الأكثر شيوعا في الظرفية الراهنة الجانب العلاجي هم العلاجات الأولية هم الاستشارات الولادة هم مثلا الحوادث اللي عياء وجونه هون هم هم الأمراض اللي متعلقين بذي الفترة الزامنية متعلقين بزيات منصوبة المياه في الوديان والمطار نجبر عادة التهابات الرياوية والدرماتوس التهابات الجردية والمالارياء حمد الناموس أساسا هؤكد القيمون على المركز توفير الصيدلية لأهم أدوية هذه الأمراض الموسمية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمراجعين في فصل الخريف يكثر الطلب على أدوية الأمراض الموسمية وخاصة المالارياء وتتوفر الصيدلية على مختلف الأدوية والمضادات الحيوية ولا المسجل أي نقص في المخزون الخاص بالأدوية في هذا المركز الصحي إلى جانب قسم الولادة يتوفر المركز كذلك على عدة أكسام منها قسم للأشعة وآخر للتلقيح وسوء التغذية هذا بالإضافة إلى ثمان نقاط صحية تسهم بدورها في التغطية الصحية على مستوى المقاطعة عبدالله صوفي مدينة الكصيبة قلعة الموريتارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر